لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد أيضا المجلة تحدثت عن نهج بناء معالم جزائر جديدة نهج بناء معالم نحن نريد نهج بناء جزائر جديدة يعني أن الجزائر الجديدة الآن أراكم في مرحلة بناء المعالم التي ستأتي بعدها الجزائر الجديدة إذن رئيس تابونك قال بأننا بدأنا في جزائر جديدة وأن انتخابات 12-12 هي انتخابات حول بناء الجزائر الجديدة وأن ما يحدث بعد 12 ديسمبر 2019 هي جزائر جديدة أنتم تتحدثون عن معالم ما نهج بناء معالم جزائر جديدة ربما أنه كاتب هذا السطور فقط يتفلسف إذا سلمنا أن المجلة الافتتاحية لا يمكن أن توضع كلمة من دون التدقيق فيها فإن هذه الجملة تعني الكثير تعني أن المؤسسة العسكرية ليست مع الرئيس في بناء جزائر جديدة بل أنها في نهج لوضع المعالم للجزائر الجديدة معناها ما زلنا قبل بناء الجزائر الجديدة وتابون أعلن من قبل أن الجزائر بدأت الجزائر الجديدة بعد انتخابه كرئيس جمهورية أما إذا كان فقط نوع من الزخرف الكلامية فهذا شاء آخر إذا كان هذا هو المقصود فأعتقد بأن كاتب هذه الافتتاحية لا يستحق أن يكتب افتتاحية مرة أخرى تعبر عن سياسة الجيش وموقفه أمر آخر أنه في هذا العدد تحدث عن الإنجازات التي تحققت والتي سوف تتحق عمل ملف حول هذه الإنجازات هذا ووضعوا صورة الرئيس تابون عندما تقرأ هذا الملف أيضا ركز عن الجيش الوطني الشعبي وتحدثا عن كثير من المحطات ولكن رغم أن الصورة هو الرئيس والموضوع هو الرئيس لكنه يتحدث عن إنجازات أخرى كأنه لا علاقة بها للرئيس فركز عن ما هذه المرحلة هي من إنجاز الجيش الوطني الشعبي وأن ما يحدث وأن المؤسسة العسكرية هي التي تقوم بهذه الأدوار وأيضا تحدث الموضوع حول نقطة مهمة التي تتماهى مع الافتتاحية تتمثل في التحديات والرهانات حتى أن وضع عنوان التحديات والرهانات في المرحلة القادمة تحدث عن مقاومة ما سماها مقاومة التغيير وشرحها هي محاولة عودة رؤوس رموز الفساد إلى الساحة معناها ثورة مضادة معناها أن الجيش الآن في مرحلة مواجهة الثورة المضادة هذا الذي يصوره معناها مقاومة التغيير أن هؤلاء الذين رموز الفساد الذين يحاولون العودة أو يعملون على العودة هم يقاومون التغيير الذي أحدثته المؤسسة العسكرية منذ اندلاع الحراك الشعبي هذا الواضح ترى من هي هذه الرموز التي تحاول العودة هل هناك رموز عادت بالفعل؟ وهذا مما يؤكد على أن ما قلناه سابقاً بعمل ممنهج تقوم به شبكات العصابة للعودة هو واضح الجيش يقر بهذا الأمر ويضع هذا التحدي الأول الذي يواجه الجزائر في هذه المرحلة بل أنه أكثر حتى من التحديات الأمنية هو ذكر هذا مقاومة التغيير هو رقم واحد وبعد ذلك ذكر تحديات أمنية تدهور الأمن الإقليمي وتحدث عن تحديات داخلية وتحديات خارجية تحديات الداخلية ذكر أن الجزائر ضحرت الإرهاب وأنها في استقرار أمني وعملت على الاستقرار الأمني وأن هناك أعمال من أجل إنعاش الاقتصادي وما إلى ذلك أما التحديات الخارجية فتحدث عن منطقة الساحل والصحراء تحدث عن الجوار يقصد به طبعا المغرب والصحراء الغربية ليبيا وتحدث عن الصحراء الغربية تحديدا لحالها كقضية تصوية استعمار وكقضية عادلة وما إلى ذلك إذن هذه التحديات الخارجية التي توجد الجزائر هي منطقة الساحل والصحراء معناها الإرهاب دول الجوار مشكلة مع المغرب ومشكلة وما يجري في ليبيا ومنطقة الصحراء الغربية كقضية لحالها كتحدي آخر مما يوحي أن المخططات الخارجية التي ذكرها في الافتتاحية والمخططات العدائية تأتي من طرف هذه الأطراف وطبعا في مقدمتها المغرب من خلال ما ورد في هذا التقرير أمر آخر الثالث تحدث عن آثار كورونا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وما إلى ذلك لك كأحد التحديات والرهنات الملاحظ في أن هذا التقرير الذي أعده شخص يدعم راح حميد وتحدث تحت عنوان عام على انتخاب رئيس الجمهورية ما أنجزه وما ينتظر تحقيقه أنه لم يورد ولا جملة واحدة على لسان رئيس الجمهوري من المفروض أن تتحدث عن إنجازات رئيس الجمهورية على الأقل أردنا شوية جمل هو قال الرئيس ووعد الرئيس ووالو بل أنه بل أنهم ذكروا هنا وقد أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد الفريق السعيد شنغريح في كلمة ألقاها خلال أول زيارة للسيد الرئيس لمقر وزارة الدفاع الوطني أواخر شهر جانفي 2019 قائلا أوردوا ما قاله شنغريح أولا الرئيس عبد المجيد تبول لم يكن رئيس في ذلك الوقت جانفي 2019 هذا كان بوتفريقة وبدأت مع عالم الحراك الشعبي بعدها مباشرة بأيام قليلة في 22 فيفري 2019 اندلع الحراك الشعبي إذا كان هذا خطأ أنا أجزم بأنه وقع سكاتب هذه السطور في خطأ لأنه المقصود به هي أواخر شهر جانفي 2020 الرئيس عبد المجيد تبون زار وزارة الدفاع في 28 جانفي 2020 إذن هذا خطأ مجرد خطأ نتجاوزه أمر آخر أنه يسيد الرئيس زار في أكتوبر مثلا في أكتوبر 2020 زار وزارة الدفاع وألقى خطاب مهم وتحدث فيها عن الجيش الوطني الشعبي إن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يستمد مبادئه من جيش التحرير الوطني والثورة المباركة ولا يكاد المرء يفرق بينهما لذلك فإن عبارة سليل جيش التحرير الوطني رسخت تجدر العلاقة وربطت الجيلين ليتماهى بعضهما ببعض أنتم لم تردوا رغم أن التقرير يتحدث عن الإنجازات ويتحدث عن ما صار ما بعد الانتخابات الرئاسية من 12 ديسمبر 2019 إلى يومنا هذا لم تردوا ولو كلمة لرئيس الجمهور بدل أن تأتوا بكلام سعيد شنغريحة كرئيس أركاني الجيش الوطني الشعبي جيبوا كلام رئيس الجمهورية اللي زار وزارة الدفاع وألقى خطاب ورئيس الجمهورية هو وزير الدفاع إلا إذا كان ما تعترفوش به وزير الدفاع هذه إشكالية جيبوا كلام قال كلام في أكتوبر 2020 قال كالخطاب ذكر فيه مناقب الجيش وأشاد بالجيش وتحدث عن التحديات وأمور كثيرة لم يوردوا جملة واحدة من كلام الرئيس في هذا التقرير الذي وضعوا له في الصفحة الأولى صورة الرئيس عبد المجيد تبوت مثل هذه الأمور إلى ماذا تؤشر؟ لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر